عناية بالشعر العناية بالشعر هي أمر كتير ضروري لحتى تحصل السيدة على أطلال مميزة خلينا نتعرف معك بداية شو هي الطرق الصحيحة للعناية بالشعر طبعاً نحن بفصل شتوية نطلع من البيت بيكون مطار بيكون هوا قوي بيؤدي لتقصيف الشعر بيؤدي لتعب الشعر أصنع عودتنا على البيت المفروض نعمل حمام نلف شعرنا بالمنشفة شي ساعة زمع ونشيل منشفة نحط مانع رطوبة أو نستخدم زيت مغزيل الشعر أو نستخدم بعض الكريمة لنحافظ لشعرنا ويعطينا الضل قوي ويعطينا الرونق المطلوب واللون المطلوب كمان نحن بنعرف أنه قص الشعر من فترة لتانية بيعيد للشعر حيويته يا ترى شو هي الطريقة الصحيحة لقص الشعر وإمت السيدة في قص شعر نحن نتيجة مراقبتنا للشعر نشوف شعرنا إذا كان في بعض الأنواع الشعر قوي بتحمل مثلا لو متعب شوي بتحمل في بعض الأنواع الشعر إذا كان خفيف بكل شهرين المفروض نحن نشيل 2 سنطر من الشعر وممكن يساعدنا بالحفاظ على الشعر أكتر إذا الشعر متوسط نوعا ما بتحمل شوي أكتر إذا الشعر قوي وسمي بتحمله ثلاثة شهر معلش كمان بإمكاننا نتطرف الشعر كل فترة وفترة في كتير من الصبايا بيعانوا من الشعر الضعيف والخفيف وما بيقدروا يعملوا الموديل اللي هنن حابينه يا ترى شو هي الحلول البديلة اللي فيها تستعين فيها الصبية لحتى تحصل على شعر مميز وإطلال حلو الصبية إذا بيكون شعر خفيف بإمكاننا تستعين بوصلة شعر إذا كان عندها غرة خفيفة بإمكاننا نحط لغرة بديل عن غرتها إذا كان بدأت تعمل أي موديل بإمكاننا نحط لبوستيج مثلا أكستيشين بيروك غرة بأي شي يعني شو ما كان مشكلة الشعر نقدر نحن منستعمل شعر مستعار نحن اللي منشطوا لهم نصنعوا فنركب لها يا لزبونة للصبية ونحللها مشكلتها أنواع الشعر اللي ممكن أن تستفاد منها أنواع الشعر بشكل عام هاي الشعر اللي موجود حسب لون شعرها نحن نجي مع لون الشعر مع نوع الشعر مع طول الشعر مع خفة الشعر حسب نوع شعر الصبية شعر الأسود مننا نحط لأكيد الأسود الأحمر اللي ملون الألوان الفاتحة الألوان اللي مطلوبة هلأ أكتر شير رمادية بإمكاننا نستعين فيها كبوستيج هذا الشعر شغل إيدنا نحن عاملينه بوستيج بإمكاننا نحن نحط لياها أي موديل كان بإمكاننا نستعين بوصلات الشعر وأي لون كان موجود وبنعمل لون مستعين دايماً بنعرف أنه في فرق بين الشعر الطبيعي والشعر الصناعي قد إيش ضروري سيدة تعرف الفرق بينهما وتختار الاختيار الصحيح لشعر؟ ضروري كتير السيدة لحالة ما فينا تعرف الشعر الطبيعي عن النايلو إذا ما استعانت بخبير خبير الشعر هو اللي بيعرف نوع الشعر الاسطناعي عن الشعر الطبيعي فأكيد في فرق كبير بين الشعر الطبيعي وبين الشعر الاصطناعي النايلو اللي بقصده أنا الشعر النايلو شعر الطبيعي بإمكاننا نعملو أي موديل نصبه أي لون بدنية نستعين فيه بأي تسريحة كيف ما بدنا بإمكاننا نستعمله لكن الشعر النايلو الاصطناعي لا يمكن ما بيساعدنا بشيء أبداً بيجينا جاهز y venنركبه إحنا حسب شكله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة أكيد اليوم حضرتيننا مجموعة من الأفكار لتزيين الشعر يا ترى شو هي الأفكار اللي محضرتيننا يا هلاليوم؟ اليوم محضرة موديلين نعمين بسيطين نعملوننا الشعر الصبيع موسيقى هذا الموديل اللي عم بعمله هلا بناسب تطلع فيه صبية بالنهار وبناسب تحضط فيه حفلة موسيقى 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 هذا الموديل كتير ناري مبسيط حتى منضل هيد الموديلات اللي عم تصير اليوم موديلات اليوم الأكثرية مشوفهم الرول الويفي فحبيت أنا أغير حركة بسيطة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 بإمكانها تصير لخطبة يصير لك المناسبات إذا بدنا نعمل لعروس فينا نحط التاج هون من شك الجدلة لولو أو ستراس أو فلل منحط الطرحة بتصير موديل عروس لخطبة بيصير وتسريحة عادية نهارية بتصير بسريحة بسيطة نامي تعطيت جمال عطيت شكل حلو اشتركوا في القناة ممكن نحط مع الفلة ممكن نحط مع الفلة شريطة بيضة إذا ما بدنا تحط طرحة فينا منعوضة بشريطة بيضة بنهاية الجدلة شريطة كبيرة منربطها ومنعمل مننا موديل ومع الفستان بدون طرحة بإمكانها تصير هاي اشتركوا في القناة هلا أنا عم غير التسريحة كمان تسريحة ناهمة وسريعة كمان بتصير معنا الموديلة مع بعض بتصير معنا نهارية وبتصير معنا سهرة وعروس اشتركوا في القناة 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 وخاصة بعد ما اخترتي موديل الشعر اللي انت حابة انك الطبئي يا ترى شو طريقة المكياج المختارين لك يا هلا اليوم خلينا نشوف اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة